كيف يصلي المريض العاجز عن الركوع والسجود المريض العاجز عن الركوع والسجود يومئ برأسه في الركوع هكذا سمع الله لمن حمله ثم يومئ أكثر في السجود هكذا المريض العاجز عن الركوع والسجود يومئ برأسه في الركوع ويكون السجود أخفض من الركوع وهذا أيضا باتفاقي المذاهب الفقهية الأربعة وبهذا قال أكثر أهل العلم استدلوا بالأدلة العامة في كتاب ربنا جل وعلا كقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وبقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وبقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وبقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه أما السنة فقال استدلوا بما راوى الإمام البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم الله إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه إيه وجه الاستشار بالحديث قوله عليه الصلاة والسلام فأتوا منه ما استطعتم كقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم هذا دليل واضح قاطع على أن من عجز عن فعل المأمور به فإنه يأتي بما يمكنه من فعل هذا الأمر بما يقدر عليه بما يستطيعه واستدلوا بحديث عمران بن حسين الذي ذكرته قبل ذلك ثلاث مرات الحديث الحديث رتب فيه النبي عليه الصلاة والسلام الاستطاعة رتب فيه الأمر على حسب الاستطاعة رتب فيه الأمر صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جم فرتب النبي صلى الله عليه وسلم الأمر على حسب الاستطاعة فيركع ويسجد كذلك بقدر ما يستطيع فإن عجز أو ماء برأسه كما بينت وفيه أثر رواه أبو نعيم والبيهقي يصح مقوفا على جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأنه قال صل على الأرض إن استطعت وإلا فأومي إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك قد بيّنت ذلك وفيه أثر آخر عن مالك رواه الإمام مالك في الموطأ عن نافع عن عبد الله بن عمر وصحح هذا الأثر موقوفا على عبد الله بن عمر غير واحد من أهل العلم كالإمام النووي وغيره وقال الإمام عبد القيم رحمه الله تعالى والصواب أن هذا الأثر يصح موقوفا على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان عبد الله بن عمر يقول إذا لم يستطع المريض السجود أومأ برأسه إيماء ولم يرفع إلى جبتي شيئا لأن بعض إخواني وأخواتي من المرضى أسأل الله أن يمن علينا وعليهم جميعا بالعافية قد يأتي بشيء كوسادة مثلا أو بأي شيء يضعه ثم يسجد عليه وهذا لا داعي له ولا دليل عليه يقول عبد الله بن عمر ولم يرفع إلى جبتي شيئا أي ليسجد عليها وقد نقل الإجماعة على سقوط الركوع والسجود على من لم يستطع أن يركع وأن يسجد نقل الإجماعة على ذلك ابن تيمية وابن رشد وغيرهما رحم الله الجميع فالإيماء برأسه وأخفض في السجود هو أكثر ما يستطيعه هذا هو الذي يقدر عليه وهذا هو الذي يستطيعه المريض والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فالمريض يومئ برأسه في السجود أخفض من الركوع ترجمة نانسي قنقر